يا مساء الخيرات وأهلا بحضراتكم حلقة جديدة من برنامج الخلاصة كل فترة حقيقة بنشوف تقدم جديد في الرياضة حوالين العالم واستخدام لأدوات حديثة يمكن منها الذكاء الاصطناعي مؤخرا بيستخدم في الإعداد البدني والفني للعبين في مختلف الألعاب وممكن يديكوا فكرة عن الموضوع ده أثناء حلقتنا أو بيتم حيانا استخدام جي بي اس وغيرها من الوسائل مؤخرا علشان نقدر نطلع مؤشرات وأرقام دقيقة خاصة بكل لاعب علشان المدربين يقدروا يطوروا من إداء فرقهم على المستوى الفردي والجماعي على حسب الإحصائيات اللي وصلت من الجهاز وفيه أجهزة كتيرة الحقيقة بتستخدم بالوقت لتشريح النشاط البدني والعضلي لكل رياضي بشكل دقيق ومفصل والحقيقة الفترات الأخيرة شفنا الاهتمام بمسألة الإعداد البدني للعبين في مصر على مستوى المنتخبات والأندية وناس كتير وهي بتتفرج على مطشاط أو بتتابع لعبين بتقعد تسأل أحيانا عن اللياقة البدنية وعن الإعداد البدني وعن قدرة المنتخبات في الصمود خاصة لو طالت المباريات ده جزء من حدثنا العادي وإحنا بنتبع مطوشة كتير أوي أو مباريات أو منافسات رياضية طيب إزاي نقدر نحقق أفضل نتائج عن طريق العلم والدراسة وكمان خاصة أنه أصبح عندنا كوادر كبيرة ومميزة في المجال ده حققت نتائج كبيرة ومهمة علشان كده احنا حابين النهاردة نناقش ملف الإعداد البدني للرياضيين في مصر ونتعرف على كواليس ظهور اللاعبين بالياقة جيدة وإزاي ده بيساعدهم على المنافسة بقوة في المحافل العالمية والدولية زي ما حققنا ميداليات مهمة في أولمبياد باريس وعلى رأسها كان فوز بطلنا أحمد الجندي بالمدالية الدهبية في رياضة الخماس الحديث وهي الرياضة التي تحتاج مجهود بدني وإعداد بدني شاق لأن انت بتلعب خمس رياضات في بعض وكلها رياضات تحتاج إلى قوة بدنية استثنائية كمان هنحاول نتعرف على أهمية الإعداد البدني في إطالة عمر الرياضيين في الملاعب بدلا من الاعتزال المبكر لأن لها كمان دور كبير قوي في مقاومة الإصابات الشديدة وأيضا في الحفاظ على الشكل البدني واللياقة البدنية لأطول فترة ممكنة وزي ما بديسمع دايما الحقيقة إشادة المدربين الأجانب باهتمام نجمنا محمد صلاح مثلا على سبيل المثال باللياقة البدنية علشان يفضل مستمر في أداءه العظيم لأطول وقت ممكنه بنشوف دايما الصوره هو في الجيم وجسمه الرياضي المتناسق ودايما كان بيقول كتير الحقيقة من الرياضيين ومنهم توتي نجم الإطالي الكبير اللي بيزور مصر الآن كان بيتكلم إنه إزاي محمد صلاح كان دايما بيشتغل على نفسه وفي إعداده البدني وبيتفوق على نفسه مرة تلو مرة